بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان أدس 171 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل الحديث معكم عن أحكام المعتدات وقد انتهت بنا الحلقات السابقة إلى الكلام عن عدة امرأة المفقود واستبراء الإماء فليكن ذلك موضوع حديثنا في هذه الحلقة إن شاء الله فالمفقود هو من انقطع خبره فلم تعلم حياته ولا موته وحينئذ ينتظر القدوم أو تبين خبره في مدة يضربها القاضي تكون كافية للاحتياط في شأنه وتنتظر زوجته في بقائها في عصمته في تلك المدة لأن الأصل حياته فإذا تمت مدة الانتظار المضروبة حكم بوفاته واعتدت زوجته عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام وقد حكم الصحابة رضي الله عنهم بذلك قال الإمام بن القيم حكم الخلفاء في امرأة المفقود كما ثبت عن عمر وقال أحمد ما في نفسي شيء منه خمسة من الصحابة أمروها أن تتربص قال ابن القيم قول عمر هو أصحف الأقوال وأحراها بالقياس قال شيخ الإسلام ابن تيمية هو الصواب انتهى فإذا انتهت عدتها حلت للأزواج ولا تفتقر إلى طلاق ولي زوجها بعد اعتدادها للوفاة فإن تزوجت وقدم زوجها الأول فالصحيح أنه يخير بين استرجاعها وبين إمضاء تزوجها من الثاني ويأخذ صداقة سواء كان قدومه بعد دخول الزوج الثاني أو قبله على الصحيح قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الصواب في امرأة المفقود مذهب عمر وغيره من الصحابة وهو أنها تتربص أربع سنين ثم تعتد للوفاة ويجوز لها أن تتزوج بعد ذلك وهي زوجة الثاني ظاهرا وباطنا ثم إذا قدم زوجها الأول بعد تزوجها خير بين امرأته وبين مهرها ولا فرق بينما قبل الدخول وبعده وهو ظاهر مذهب أحمد ثم قال والتخيير فيه بين المرأة والمهر هو أعدل الأقوال انتهى والقول المقابل لهذا القول الذي اختاره الشيخ هو التفريق بينما إذا قدم زوجها الأول قبل وطء الزوج الثاني وما إذا قدم بعده في الحالة الأولى يستردها الأول لأن تبينا بقدومه وطلان نفاح الثاني لأنه إنما أبيح لها التزوج لأن الظاهر موته فإذا بان حيا انخرم ذلك الظاهر وكان النكاح بحاله ولا مانع من الرد وفي الحالة الثانية يخير بين استرجاعها وبين تركها مع الثاني ويأخذ الصداقة الذي أعطاها لكن إذا استرجعها فإنه لا يحل له وطءها حتى تكمل العدة من وطء الثاني واختلفوا هل يحتاج إلى تجديد عقد أو يكفي عقده الأول وكون الأول يأخذ المهر الذي كان قد دفعه إذا تركها للثاني قال الإمام الموفق ابن قدامة وغيره لإجماع الصحابة وأن عمر خيره بين امرأته ومهرها قال الإمام بن القيم وهو صح الأقوال وأحراها بالقياس وقال الصواب أنه يرجع بما مهرها فإنه هو الذي يستحقه انتهى ومثل ما ذكر في حق امرأة المفقود من أحكام كل زوجين فرق بينهما بسبب ثم تبين انتفاؤه قال فقهاؤنا رحمهم الله ومتى فرق بين زوجين لموجب ثم بان انتفاؤه فكمفقود وذلك كما لو فرق بينهما لأخوة من رضاع أو تعذر نفقة من زوج ونحو ذلك قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وكل صورة فرق فيها بين الرجل وامرأته لسبب يوجب الفرقة ثم تبين انتفاؤ ذلك السبب فهو الشبيه المفقود ولو ظنت أن زوجها طلقها فتزوجت فهو كما لو ظنت موته ولو اعتقدت أنه عاجز عن حقها وأنه يجوز لها الفسر والتزويج بغيره وأنه يجوز لها الفسر والتزويج بغيره فشبه امرأة المفقود وإن علمت التحريم فزانية لكن المتزوج بها كالمتزوج بامرأة المفقود انتهى أيها المستمع الكريم وأما الاستبراء فهو تربص يقصد منه العلم ببراءة رحم ملك اليمين ناخوذ من البراءة وهي التمييز والقطع فمن ملك أمت يوطع مثلها ببيع أو هبة أو سبي أو إرث أو غير ذلك حرم عليه وطوها ومقدماته قبل استبرائها لقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره رواه أحمد والترمذي وأبو داود وفي حديث آخر رواه أبو داود لا توطأ حامل حتى تضع واستبراء الأمة الحامل ينتهي بوضع الحمل لعموم قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وغير الحامل إن كانت تحيظ فاستبراءها بحيظة لقوله صلى الله عليه وسلم في سبي أو قاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيظ حيظة رواه أحمد وأبو داود فدل هذا الحديث على وجوب استبراء الأمة المسبية وغيرها قبل وطرها ودل على بيان ما تستبرأ به الحامل والحائظ منهن وأما الأمة الآيسة من الحيظ والأمة الصغيرة فتستبرآن بمضي شهر لقيام الشهر مقام حيظة في العدة والحكمة في استبراء الأمة قبل وطهئة بينها قوله صلى الله عليه وسلم إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره فبين أن الغرض من الاستبراء تجنب اختلاط المياه واشتباه الأنساب ولقوله صلى الله عليه وسلم كيف يستخدمه وهو لا يحل له كيف يورفه وهو لا يحل له أيها المستمعون الكرام إلى الحلقة القادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه